ننتقل إلى الحوار الوطني واللي الحقيقة تم من خلاله توجيه مجموعة من الرسائل بس خليني هنا أقف عبر الثلاث محطات دول سواء في البحيرة سواء في افتتاح الجامعة التكنولوجية في برج العرب ثم الانتقال إلى الحوار الوطني المكون الأهم في هذا الوطن هو مكون الشباب وكيف استطعت الدولة المصرية الاستثمار في شبابها من 2016 عشان نقدر نشوف دول المسؤولين عن حياة كريمة نشوف دول المسؤولين عن إدارة هذه الجامعة وكيف هؤلاء الشباب يتبوأوا احنا شفنا على الأرض المرافقين لفخامة رئيس عفتاح السيسي شفنا شباب مصري مشرف يتقدم بالشرح ويستفيد في شرح المكونات الدقيقة جدا اللي بتتضمنها هذه الأقسام في الجامعات لنصل إلى الحوار الذي تم خلال مؤتمر الوطني للشباب المؤتمر الوطني للشباب وزمنا محمد عبد الرحمن وهو يقول أنه مؤتمر عقد والدولة مصرية في ذهنها أن هي بتقول أنا مدركة جيدا للضغوطات وأن هذا مؤتمر سنعقده سريعا ولكن سنصل بالأهداف التي كنا نحققها على مدار أيام في خلال ساعات هل الدولة مصرية نجحت في خلال ساعات أنها تقدم رسائل ومجهودات نجحت الدولة مصرية أن تقدم رسائل ومجهودات ده بيعكس إيه؟ بيعكس خبرات متركمة للقائمين على إدارة جلسات هذا المنتدى اللي هو الحوار اللي احنا كنا بصدده في مؤتمر الشباب وشفنا هذا الحوار كيف تفرع عبر خمس شباب ست شباب سبع شباب وقائد مهم جدا السيد المستشار محمود فوزي الذي بيقود مهمة صعبة جدا في الحوار الوطني الأمين العامل للحوار الوطني ولازم هنا نتوقف عن الشباب كانوا بيعرضوا إيه؟ بيفكروا إزاي؟ بيعرضوا تصوراتهم إزاي؟ والقيادة السياسية كيف تفعلت مع هذه الأمور؟ وكيف تستقبل هذه الرؤى والإطرحات المختلفة؟ بالإطار ذاته لا ينبغي أن نغفل أن على مدار اليوم وعبر كل التصريحات اللي فخامت رئيس عفتاح سيسي أدل بيها خلال اليوم لازم نتفهم أن هناك مش متابعة جيدة للحوار مع المواطن المباشر اللي بيخش في حوار مع الرئيس ولكن هناك متابعة جيدة لمواقع التواصل الاجتماعي سياد رئيس كان كان عنده وعي كبير جدا بالكلام على العاصمة الإدارية بالكلام على الإنشاءات بالكلام على عدم قدرة الدولة على خوض مساحات متقدمة في الصناعة والزراعة وتأكيد سيادتو أن العاصمة الإدارية والعالمين ما أخدتش مالين من ميزانية الدولة فالوعي ده كله كان موجود دي مكونات كلها هنخش فيها بالتفصيل على حسب من الوقتي أسمح ولكن الرسالة الرئيسة اللي هي وصلت لينا من كل ده أن هذه الدولة عبر عشر سنوات تمكنت بفضل الله تمكنت بفضل هذا الشعب العظيم اللي واقف خلف القيادة السياسية وشوفنا تفاعلات وشكلها عامل إيه معاه أن هما يعبروا معا بهذا الوطن من مرحلة أسمها فخامة الرئيس عفتاح السيسي في 2018 في أحد جلسات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مرحلة الانتحار القومي لكي نصل الانتحار القومي ده فترة مرت بها الدولة مصرية فترة من 2011 ل2013 وشوفنا سيدة الرئيس هو بتكلم على الكلفة احنا بنتكلم على 80 مليار اضطرنا أن احنا نتحملهم بنتكلم على ضيوف على الدولة مصرية ابتدت أعدادهم من 3 مليون ثم 5 مليون ثم 8 مليون ثم 9 مليون النهاردة في حين أن الدول الأوروبية بترفض المهاجرين وقضية الهجرة بالنسبة لها قضية كبيرة ترفض لجؤهم لي وإزاي احنا ما وصلناه بشعبنا إلى هذه المرحلة بفضل الله وبفضل جيش وطني عظيم استطاعنا يستجيب لمطالب شعبه فيه خلال أيام قليلة ستحل علينا الزكرة الثورة العظيمة في 30 يونيو ثورتنا الشعبية العظيمة في 30 يونيو عشر سنين على 30 يونيو ستحل علينا الزكرة الثورة العظيمة في 30 يونيو